طيب إزاي يقدر المواطن يتصدى لهذه الأسماء؟ والله الوعي العام إحنا بقوله إحنا كنا نتحدث عن قضايا البيئة من أكثر من 20 سنة ولعندي كتاب في علوم البيئة الفصل الثاني كانت تكلم عن تقارير المناخية كنا نتكلم لكن كانت كلم موضوع كموضوع رفاهية تدفيع فالنهاردة هذا الوعي العام أنا بتكلم الوعي العام وتعبئة الوعي العام على مدى عام للسعداد الأهم وأخطر وحدث حصل على تغريخ المعاصر وهو المؤتمر يحدث على أرض مصر مؤتمر الأطراف كوب 27 هذا المؤتمر اللي نبعتبره يعني نقطة فاصلة في حات المصريين إحنا ليس فقط لشعور العالم بالأمن والأمان الموجود في مصر ولكن لوجود 120 دولة على طربيزة واحدة لإلزام والتزام تعريف الدول إحنا نقول تعريفها لأ مواجهة الدول الملوثة في 20 دولة ملوثة على الملوث أن يدفع تلويس والبيئة نمر واحد نمر اتنين تعريف الدول من خلال ليس فقط الحكومات المجتمع المدني كل منتهى السعادة المجتمع المدني متكاتف النهاردة عندنا عشرات ومئات الفعاليات التي تحدث خلال أيام قليلة جدا من مؤتمرات ومعسكرات ومن ورش عمل بتحدث على أرض مصر ليس فقط في الجامعات وليس فقط في المؤسسات الحكومية ووزارات ولكن أيضا من خلال مجتمع المدني هذا التعبئة شعب كله منتظر كوب 27 هذا التعبئة للرأي العام هامة جدا شعور وطني جمعي من المواطنين على أثار وخطورة هذا التغير المناخي أبسط ما يمكن هو التأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان ضعف المناعة من أول انفلوانزا لغاية الكنسر هو تغيرات المناخية لما نتكلم عن النهاردة لا هذا مستقبل الدولة كله موجود في التوعية الوعية شكرا